فيه عتب على وزارة العدل إنه هي محاطة لينك أو حلقة توصل بينها وبين باجي الوزارات والهيئات الحكومية خصوصا في إدارة التوثيقات الشرعية المختصة في إصدار التواكيل وإلغاءها عندنا بالكويت الوكالة ما لها تاريخ انتهاء فعشان شدي ممكن الوكالة تكون منتهية أو ملغية عفوا ملغية ممتهية ومع هذا الموظف ما يدري إنه تم إلغاءها فمثلا أنا كمواطن رحت حق أي جهة حكومية بيستخدم هالوكالة الموظف اللي جدامي عنده أمرين يسويهم يا إنه يرفض الوكالة معنها صالحة لأنه خايف يطيح بي جرائم قد تكون جريم التزوير أو استخدام محرر رسمي فقد صفته أو إنه يكون حسن النية وعليه ويستخدم هالوكالة المنتهية وإذا استخدم هالوكالة اطيح عليها الجرائم اللي قلت لكم عنها على الرغم إنه هو حسن النية بس لوية المحاكم وتوكيل المحامي وغيرها يدخل بمتاهات كبيرة فأتمنى من وزارة العدل أنها تنظر لها الموضوع وتحط لينك بالنسبة للوكالات المنتهية حق باجي موظفين الدولة